مرحبا بكم في قناتي شهد والتمرير السلام عليكم ورحمة الله ازايكم وعملين يا رب تكونوا بخير اهلا ومرحبا بكم يا شباب في الفيديو بقى اللي هنجيب فيهم الاخر علشان تكون كل حاجة ان شاء الله يمتحنوا عليها بكرة تكون خلصت كنا ما تكلمناش عن الربز الدلوع وعلى الاسكالف هنجيبه معنا وكده الفرتبرال كل يامون العمود الفقري يبقى كده التلاتة ان شاء الله ده هنجيكونوا في الفيديو مع الجهاز الهضمي والكاردوفسكولار سيستم ان شاء الله الفيديو يعني ما يطولش معنا هحاول على قد ما الضرب بس يعني ان شاء الله الدنيا تكون تماما اه دعاكم بالتأسير واطلع الكتاب والقلم المركر والقلم الرصاص وقبل اي حاجة انزل حط اللايك يا دكتور منك لي عشان ما نزعلش واعمل كومنت جميل زيك وتعالى اسمع الشرح يلا اول حاجة اه بنتكلم هنا عن الربز بيقول ان هما بيكونوا اتناشر بيرزي من عندنا ايه اتناشر زيك من الضرب 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 من لكي لا تريد ترجمي ترجمتها في الفيديو الفولس ريبس حفظتوا معي على اخر السنة تطلعوا الولاء يعني تكونوا بقيتوا زي الو انا مش عايزة ترجم انا عايزة اذاكر انجليش على فكرة موضوع جميل جدا 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 المهم الفولس ريبس يا شباب اللور 5 ريبس عندنا دور بيكونوا خمسة تحت ودورها يكونوا ايه مش متصلين بالسترينا نركز بقى عشان كي سمهم اصلا دورها فهما السبعة اللي فوق هما اتشد مين للسترينام هما الخمسة اللي تحت هما الفولس اللي مش متصلين او انوت اتشد للسترينام مهمين جدا جدا اللهم بلغت الفلوتينج ريبس يا شباب نعرف ان اذا اخذ اتنين بقى احنا شحنا ان هما بيكونوا اتنشر زوج خدنا منهم سبعة وخدنا خمسة وعد كده اخر حاجة ناخد الفلوتينج ريبس اللي هي بتكون عندي اتنين نوع عند الولم يعني الحداشر والاثناشر هما عندي اضافة يبقي نوعانج ريبس بيكون لهم نهايات او الانتريور اندي انهاء الانتريور اندي يعني الانهاءصني هما تكونوا فري من الانتريور اندي دي هما اصلا مش بيكونوا اتشد الانتريور اندي لها انهم مش متصلين من قدام هما من وراء بس فهميني ومفرية يعني هما ملهمش الانتيريور اند اصلا بس كده انا اتمنى تكون دينيا تمام بالنسبة للربز الناجي بقى ليه لالسكولوب جونجومة يا شباب نعرف عنها ايه نعرف انها طبعا بكون اللي سكرتم بتاعليه دل راس بتاعتي ودي بتكون بتتكون من واحد وعشرين عظمة مهمة جدا جدا خمسة بيكونوا سنجل لوحدهم يعني وتمانية بيكونوا بير دلوها في ازواج تمانية في ازواج تمام طيب افتكروا برضو انه الدلوع كانت اتناشر زوج اتناشر بير من الدلوع اتناشر زوج تمام طيب اه عندنا بعد كده ارتكوليتنج توكيزر باي فايبروس جوينت سكولد سويتشارز عايزوا لي انهما ملتحقين او البونزي ده بتاع السكول بيكونوا ايه متصريم مع بعض او ارتكوليتنج مع بعض ازاي عن طريق ايه السويتشار يا شباب الول الخياطة اللي هاتي عمسلا وجينا نعمل هنا كده هتلا عندكم ساجة السويتشار لا ده كرونال ايه كرونال سويتشار كده دي سويتشارز ازاي شباب تمام طيب اه ما هي واغينهه على كونه في العربية Hub could learn نحن نفهم الجنجمة من كم شكل الشباب نسميه نورما نسميه نورما 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 بشكل عمودي نورما 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 بعد ذلك النورما اوكسي اوكسيباتلز سوف يديني شكل الشوينج سيعرض لمن الاوكسيباتل بون وهي تكون عظمه لما يجي لها طبعه عشان اقولها لكم بالتفصيل اكتر عشان من اوارش نشرحه في الاخر عيده تاني كده احنا دلوقتي وصلنا الى حد ان احنا عندنا هندرس اول حاجه النورمال اللي هو هشوفها من فوق انا هجيب الجمجومة من شكلها من فوق دلوقتي السورها لعمودي سوف بين السور الموضي وانتو عرفتوا يعني ايه سوتشار اللي هو النهايات اللي متصلة ببعض لي شايفين ده كده ده سوتشار وده سوتشار وده سوتشار ده سوتشار كل دي عظام للجنجومة انت عارفين احنا من التولد بتكون النسيج الانسيجة بتاعتي في الجنجومة مش مرتاحة يعني مش قتاشت كلها ببعض و تكون طريقة كده حتى انت وتحس من ده حطت ايج دك في الجنجومة او عند الهيد بتاع البيبي اللي لسه مورود تحسن ايدك تدخلت في النسيج من جوه او في دماغه من جوه لو انا دخل جوه قوي فهو بسهب كده فالسوتشار ده ها بتبدأ التلتقم فاهمين kalo اني هم سوتشار ده اعرفين ان هما سرية سوتشار ده مين ده في النورملا لما باجاج اشوفها من فوق هو ده كده الشكل اللي هو بتاع ايه النورملا او النورملا فراتكلي ساهم ان كده سوفها من فوق لساهم شايفة السوتشار وشايفة الفرونتال والتوب باريتال والأيه والاكسيبيتال واحد نعرفه. ستجدلها بين من؟ بين طوب باريتال بونس. انا لازم اجدها بين دي ودي سوتشار. ستجدل يارب تكونوا صحيحين معي. تاني حاجة كورونال سوتشار. بين مين ومين؟ بين الفرونتل والباريتال. ليس في باريتال. اتنين باريتال. وعندنا فرونتل مين؟ باريتال والفرونتل. افصل بينهم بمين؟ بسوتشار اسمه كورونال. بعد كده يا تكاتري يا يجب ان لدي جدوه وبعضهم مايج المقدمة او المقدم سوردشور ده هاتله من من بين اكسيبيتال والطوه مليشان عندي اكسيبيتال وعندي باريتل انا لازم افصل بين دول برضو كل حاجة عندي احنا هنا تلعن حاجات ببعض احنا هنا تلعنا تلعن لهم لابين ادوار يعنى عند اقضي او اكسيبيتال و اكسبتال واحدة كده ادنين او 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 واحد اكسبتال البرتل تعتبر دخلة في كل شيء. البرتل مع الفرنطل بكرونال و البرتل مع الأكسبيتال بمين بلمب دويد. Sandwich البرتل مع الفرست البرتل مع الفرست البرتل والمب دخلة dijo يجب أن تقفل من 18 شهر بعد ما يتولد يعني هو يقفل عند الطفل بيفضل مولود هذه الحاجات لا تحكوا ببعض و لا تكون لسه مقفلت كويس يجب أن تقفل عن 18 شهر 18 شهر يعني الطفل عنده سنة ونصف يجب أن تقفلها في سنة ثانية معناها الوغفة بحيث سنة ونصف تقفل عند المدوية ستقفل إما أن تقفل قامت بعد ثلاث شهور من الولادة فهو كده اظن ان الدنيا سهلة هو يعرفوا من البستيريور بتاكل اول الانتريور بتاكل في الاخر وبعد ثلاث شهور اما الثانية 18 شهر سانة ونص بالزبط ده انا عارف ان احنا عندها نور ما فونتانيل انتريور فيو ده بيكون البونز ارسين هتلاوه عنده فونتانيل بونز هتلاوه عنده حاجاته مهمة الانتريور نزل اوبننج والتو اربيتس لا لا مش مهمة الحاجات ديه زوجماتيج بونز فرونتال مش عايزة ملوم اي حاجة النورمال لاترال ده اتلاوه مصيب نعرف ان النورمال هي اللاترال هي اللاترال لشباب يبقى في الجانب مش عارفة لالفرتاك اللي هالله هكون ده ايه الشكل طوب من فوق وانا اعرف ان كل واحدة كان منذر وليس مهمة بالنسبة لي هنا يقول اني مني بون بارتس بلونج تو تيمبرال بونز من زي ار ايه يعني اقرأ الحتة دي ان اعرف ان انا عندي اجزاء عديدة لكن هي مش مهمة اوي مش مهمة اوي يعرفوا ان ايه عندي اجزاء عديدة اللي هي تكون عنده زيجماتيك او زيجماتيك وعندنا المستويت وعندنا الايه الاكسترنال ادوتري ميتس مش مهمين اوي بس مش عايزة حتى الجوز بتاع البتريون ده مش مهمة بالنسبة لي تعالوا بعدك انا اعرف ان احنا عندنا نورما اوكسبتل اعرفوا ان نورما اوكسبتل دي من ندرنا الحاجات اللي انا اعرفها ان هي بتكون الفيو بتاع اللي بيعرض لي او بيعمل الشو للاسكال في الاكسبتل بون دي عظمة شباب بتورين الاكسترنال مش اعرف وصل في الاكسبتل بون مش لازم اكمل بيع السطر حتى المانديبول انا شرحتها ولا الاول فاك السفلي قلتها لكم على فكرة انا بشرح اه ده بكون مكانه من اثنين اه رامي يا شباب ماشي بتكون من اثنين او او اثنين رامي مهمين جدا دين نعرفها اشان كشان بتوين زراميس اند بادي بادي بول كولد انجل بسميها الزاوية بتاعت المانديبول دي دي مش عايزها برضه مهمة البادي جوين زراميس انجل مش مهمة الابر بردر اوزا بادي كاريس زاتيس او انا اعرف ان البوردر اللي تحت ده اللي فوق سوري الابر العلوي بتلاقوه شهاي للاسنان اللي هي بتكون عندنا عشرين اللي هي اللبنية والبورد من اللي هي دائما معايا اللي هي ثنين وثلاثين سنة مش عايز اكتر من كده بعد كالفرتيبرال كوليمن انا اعرف ان هو طوله في اللينس بتاعه في الميل يا شباب بيكون سبعين سنتي دي في غاية الاهمية وفي الفيميل بيكون خمسة وستون سنتي لما تجلكوا بعفل صح وغلط وتروه الفورس متواجر ايه اا تحلوها يعني صح يحلوها غلط عادي عشان ازعالكم اه اه تعالب انا عرف ان احنا عندنا الايه سيكون الطريق مقهوم من ميش تحترفين ليس سيكون مهم ليس مهمة يا شباب مش مهمة تمام الجزء كله اللي هو لو حد عايز وخلصته خلصت مذاكرة قعد بص عليه هل هو مهم لا بتاعت الفرتبرا الكولمن حلوة دي عايزين نعرف ان احنا عندنا فيرتبرا وعندنا انتر انتر فيرتبرا ديسك وعندنا حاجة تاني بلا هم لا تنيندر بس بس طيب نعرف ايه بقى في دول الفرتبرا اعرف ان هي بتكون تلات اربع طوله ودي بتتكون او بقسمها لايه لسبالي درجة فيرتبرا وفيوز فيرتبرا ودي بتكون سبعة سيرفيكال واثناشر سلاسك وخمسة لمبار عارفين القاطنية او الحاجات دي دي اللي هي الاناشر سلاسك اللوها الزهرية والعنقية الحاجات دي عرفوهم بقى عرفوا اني انا عندي السباري درجة بيكونوا مش مهمين او بس خليكوا واردوا عارفينه سبعة سيرفي كاروت نشر ثلاث وخمسة لمبار الفيوز دي دي هتلاقها الخمسة سكرال بقى اللي عمود الفقري بقى خمسة سكرال ماشي وعندنا الكوكيجيل والكتسماء ايه اخر واحدة اخر واحدة من تحت في العمود الفقر اللي كنا ودناها في ثلاثة سنة كتسماء ايه بالعربي هي دي هي المم هي دي افتكروها بنتو القول العصصية تقريبا تقريبا عصصية هي الكوكيجيل دي هي اخر واحدة حرفيا بعد عارف انجليز ومعرفش عاربي انتم متخيلي ايه الانتر فرتيبرال ديسك كمبرايز اباوتر حوالي مسلا ربع في الطول اتش ديسك بتتكون من ايه من توبارتس عندنا انيولوس فايبروس وايه وناكليوس ايه بالبيوس بالبيولوبوس بيولوبوس تمام كده جاد صح بيولوبوس ممكن هذا المم من مهمين مش عزا منه بحاجة اطلاقا انيورال فرتيبرال فورمان او فذكور مش عايزاها برضو مش عايزه برضو حاجة هنا خالص طبعا طبق الفرتبرا كان هنا عندنا بتوين الفرتبرا نعرف ان احنا عندنا سكندري وسينوفيال جوينتس عرفوا ذول بس ان السكندري بيكون بين اثنين فرتبرا باضيز والانتر فرتبرا ديسك والسينوفيال هتلاعب بين السوبرير ماشي لوها الجزء العلوي والانفريور لوها السوفلي ماشي بتاع الفرتبرا الموفمينتس بتاع الفرتبرا الكوليمون دي مهمين نعرفهم هي الحركات بتاعنا مدر فقري بيعمل فليكشن واكستينشن ان هو يبقى شوية ممتد وشوية فليكشن كده او منساني على بعض ويعمل لي لاترال فليكشن ويعمل لي روتيشن مش عايزة اكتر من كده الجوين تسمش عليكم تعالوا بقى كده بعد كده معرف ان احنا عايزين ايه نجيب الجهاز الهضمي ونجيب الكاردو فيسكولار خمسة وخمسين يبقى انا هشرح لكم دلوقتي من خمسة وخمسين لحد تمانية وسبعين تمام ربنا معانا خمسة وخمسين لحد ايه او جبنا اهو اعزة من دلوقتي ما جايش لسه بيكتب يخمسة وخمسين وهو في اخر الدنيا طيب يا شباب ركزوا مع دلوقتي هايزي عرفو انها بتكون من الان نعرف ان هو يكون من الموس كافتي والساليفري جلاند هو الغدد اللعبية والماوس بتاعي ويكون من فرينكس والإيسوفاجس طبعا عارفين الحاجات دي يعني ايه والسطومة كلمعة ده والسمو الانتستين عمعه واللارج انتستين والليفار كابد وبلاري ايه سيستم والبينكرياس اللي هو البينكرياس وخلاص كلهم حاجات احنا مرينا بها قبل كده طبعا الموس هنا والساليفري جلاند هنا ده الاسوفاجس هنا المريق عندنا الليفر الكابد والده الجول برادر المرارة عندنا الابندكس الوز ايه ده او الااا والرقتم اللي هو الفتحة الشارج والانس واللارج انتستين والسمو والسطومة وبعد كده عايزنا نعرف ان احنا عندنا الموس كافتي بيكون من حاجاتين بتاعت الموس والموس كافتي بروبر ماشي دول الجزئين بتاعه لانا عايز عارفهم الفيستيبيول ده هتلاقها المساحة اللي بيكون لايز او تسايد خارج الموس او الموس او اللايز او السبيس اللايز او الموس把ول او السيبيس الويز او Ondo Autiait 녀 بايزة تيس عندو قوم انترولي تutريك انترولي انتريك انترولي يانترح تشيك يجب أن أعرف الحاجة المعلومة المهمة في الفيستبيول يجب أن يكون خارج من الأسنان والجمس واللسان أعرف أنها تكون مهمة أعرف أنها تكون خلف الأبر من ساكن مولار توس خلف أو في الجانب بالمعاكس أو في الجانب بالمعاكس ساكن مولار توس فك الدرس يا شباب الثاني فك الدرس يجب أنها تكون مولار توس و في الخلف مولار توس و في الجانب بالمعاكس و في الجانب بالمعاكس و في الجانب بالمعاكس ساكن مولار توسط للبقى مهمة دي انه نعرف ان السطح بتاع السوبريري السوبريري من فوق ده بيكون هارت و سوفت بليت تب الانفريري من تحت بقى هلاقي فلور هلاقي المسلز اللي هو العضلات كوفرد باي ميوكس من برينا تلاقي الاخشية المخاطئة بتاعتي والطنج اللسان بتاعي تمام طيب كنتينتس اوفزا ماوس عندنا بقى هلاقي في ايه هلاقي في اسنان تيس طونج لسان وبن انجلس بتاع السليفريري لانتفات حدمين الغودة تقول له عبية بعد كده هندرس بقى الطنج و نعرف انه بيكون ميوكس من برينا مهمة اوي 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 ان انا اكون عارفة دي عشان ما ايجي ولك ايه هو ويجيب لك اختيارات الميوكس من برينا تقول له الطنج متروحش تعملها لي لهوة تاني عشان متعصبش دلوقتي ركزوا معي اتس كنتيس بلا ايبها بيكون من كام من سريب بارتس عندنا التب والروت والايب والبادي تب روت بادي تب روت بادي دا مين دا التنج والله اوالله عنده سطحين سبحان الله دورسل سيرفيس وفينترال سيرفيس ايه دورسل دورسل سيرفيس وفينترال سيرفيس اللي يشك في ايده ويعملها اللي بكره انه عنده ثلاث اسطح في صحه وغلط ويعملها صح هتديله بالكده يعني طيب ماشي الدورسال سيرفيس ده بلاقيها في شيب اللي هو شكلها في شكل الفي صالكس تيرمي تيرمي نالس انتو انتريور هلاقي اللي هو في الجزء الامامي التلتين وفي البستوريور تيلت مهمة جدا 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 يعني甜 باش 아닙�� عندنا التلتين دول الثاني باك وارت مهم جدا جدا مكان ندي fights بعد كده هنا هتلاقيه or ofяни بسبب وجود اللينجوال بل ايه تمام هنا لا هتلاقو سموس اه هنا يعني هنا هتلاقو يعني اللي هو اسمي روف اللواء يعني يا شاب خشنا كده شوية او 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 فرما او جامدة شوية لكنها سموس حاجة نعمة لاندو كنتينزو بتحتوي ماشي على هنا طبعا لك بريسنس اه بسبب دوتو بريسنس اه اللي هو اللينجوال بل ايه هنا لا هنا بتحتوي على اللينجوال تنسل تمام نعرف المقارنة دي منش مهمة برضو بنسبة مية في المية ولا اقول لكم جاف من بنسبة مية في المية لا بس يالي جاي من اللي انا طاقة عنوية جنيه الانتيريور بيكون تلتين والبوستيريور بيكون تلت نعرف ده وان احنا عندنا اللسان بيكون ايه تعريفه وبيتكون من ثلاث اجزاء تب وروف وروط وبضيل حاجات دي بتجي ايه بتجي صح وغلط بيكون من سطحين السطحين ايه دورس سيرفيس وفنترال سيرفيس يجي ويقولك بيكون من ثلاث اصطح قوله لا غلط تمام يعمل حاجة ركز بها معايا في الفنترال سيرفيس ده بيكون سموس اند ايز كونيكتد ويكون مغاطئ متصل بالفلور بتاع الموس باي الميوكو زال فولد كولد ايه الفرين يولام آآ لينجيوي تمام المصل بتاعت التنج عندنا طو طايبست نوعين ان ايه العدلات اللي هتكون في اللسان ايه عندنا اتنين ان اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا بعد المنتهي ان في اجاب التونج ان يجب ان تحصل على أجاب التونج إن يتوقف تلك شيئ نحن نعرف من الخيار التونج تمام في كل الاتجاهات في الوقت الضائف مطقة التونج يتقوم بالكلاك حسنا العلماء تسعين المجاوعة الاسنان لبنية والاسنان البرمنانت اللي هي الدائمة والملك بسميها دي دي سايديوس دي سايديس ديس اللي هو اللي هي الملك طبعا دي بيكون تنبراري مؤقتة تمام ودي بيكون عددها كام عشرين هزعل لو حد عمال هالي دروب البوكس عشرة فوق وعشرة تحت اما البرمنانت ايه اتنين وثلاثين لو حد جات له بكرة حاجة تاني ونسي الارقام دي هنفخوا عندنا عندنا ان الملك بكون موجودة في اللي عشان هي اصلا مؤقتة اما دي هلاقيها اتنين وثلاثين هلقا ستتاشر فوق ستتاشر تحت هلقاها مرتبة ين ايه ايه هاف وفي الجو ازفلوا اللي هو اتنين انتروس وكانين وتو بري مولارز واتس ااتس ريمولارز اللي هو الدروس بقا والاسماء التانية والاسماء ايه كان اسمهم ايه بالعربي كانين والحاجات دي لو ايا شباب اسنانكو اسنانكو والله كيف يمكنك التقسيم الى هذا الوقت؟ هل يمكنك التقسيم الى هذا الوقت؟ لا 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 لازم ثان لا ادخل choke نجحد الاطفة بالنسبة البروتد جلاند دي بتكون لعبية كبيرة تمام هي دي لارجست زالارجست زالارجست ساليفاري جلاند من هي البروتد هنفخط منك ليلا عملتها حاجة تاني بكرا الويدج شيفت تمام مهمة ناشي لايز ان زا اي دبريشان بتوين المانديبول اطلاب المانديبول والمستويد بروسس نعرفها برضو بلو اسفل مين السترنال اديوتري متوس عند القناص سمعية كده اه متوس اه معي اعتبار كده كلها جاء العروف اخر حاجة نية بتعمل اطلاب في الفيستبيول بتاع موس خلف مين في الوب زائد او عكس مين القبر ساكنتو بولار بتوس بس مش عايز اكثر حاجة بالنسبة نصف حجم البروتد نصف حجم البروتد نفق لايس ديب 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 و أسفل عظمة الماندبل الفك السوفلي موز اضع سوف نصف حجم البروتد اضع سوف نصف حجم البروتد فكسي سوف نصف حجم البروتد منiums نصف حجم البروتد بنكي الدكتور السابلينجول شاهد هجم البروتد بتكون في مين. انضر الميوكاس منبريين. بتاع الفلور بتاع الماوس تحت الاخشية المخاطئة بتاع الفلور بتاع الماوس. قولت بسميها سابلنجوال ايه. فولد. اتهاز لله اكبر يا عزيني. الله اكبر لها الله احمسا. اتهاز ايه 12 ل 15 سموه الضقت. ايه كفتاح في السابلنجوال. لالفؤلت د beads of them open into يجب أن تفتح في الضغط الساب بيولار جيلاند فارين جيلانا الهج cómo فارينك Mi فارينك صحيح فارينك صحيح كما أعط诵 فانل شيب طيب طبعا ده بيكون فانل شيب ماسكلر ابتو ايتيوب بيكون حوالي خمسة انتش لونج و احنا قلنا الانتش بيساوي اثنين ونص سمتي عشان لو جالك بكرة وقال لك طبعا خمسة في اثنين بعشرة و خمسة في نص في اثنين ونص يعني مفروض اثنين ونص لو احبت تغير وتقول لك انها جابت لك بالصمتيات فانت عرف ان والله هي بتساوي خمسة انتش جابت لك بالصمتيات احسابها وشوفها جابها لك الرقم صح ولا لا تمام طيب نعرف بعد كده اللايز بهان لزا نازل كافتي عليها يا شباب موجودة في مين خلف النازل كافتي بتاع الانف بعد كده اللايز انفرونت قدام الابر سيكسي سيرفكال فرتبرا عند الفقرة الساتليتي انت اتفايد انتو مين سري بارتسي بادي في تلات حاجات نوزو فاريانكس وورو فاريانكس والاريو فاريانكس الحاجات دي عارفين لما بتجوا تعملو تدخلوا تيوب يا شباب عشان تعملوا تغذية عن طريق مش عارف ايه هو بتدخلوها بقى في الحتة دي دي يقول لك ده المريض مركب اورو فاريانكس وعندو تيوب في الاريو فاريانكس ومن ركبها في الفقرة لم ازاروت فاريانكس وميركبها في الم sanglers mois يعني نعرف ان النازل فاريانكس يأتقال فاريانكس اما النازل فاريانكس تجيل في الناس لاحق على Cool roll النور لكل واحد وك 이후 الخلف النازل كافتي برجو Warehouse 7 YTF سهلانك guy انا عرف دي عشان مهمة جدًا جدًا جدن ابقى عند 500ا episodes po Barryгу لعرف شخص كبيرة اكتشف معه شخص ممتع لأنها ليس ممتع سوف تفاريانجو سوف تفاريانجو نعرفوها الأوراكس بيكون بيهاندين سبحان الله بيهاند الأورال نازو بيهاند النازل بيهاند النازل هذا ما يهمن يا شباب في الباقي حاجة تاني اللي بقى يقرأوه انت وانا مش هكمل عشان خلاص الوقت يعني صعب بجد اندكس اس بساج اوف زفوت اعرف ان دي بكون عن طريق اللي هو بتتفاعل او بتعملي مرور البساج بتعلمين الطعام فقط تمام بعد كده شباب القوس وفاجس دي بنعرف ان هي بتكون طيوبة طولها 25 سنتي مهمة جدا هتلاها بقى بجنزة هتلاها بتبدأ او بتبديتها عند النك ماشي اه اس كونتينيوشن فور شورت كورس ايه وهتلاقي انترز بتدخل السوراس الكافتي مش عايز لحاجة تاني ايه زين ايه زين ايه باسس سوروس دا فرامت وانتر زين بتنتهي فين احنا عارفنا بتبدأ فين في النك ماشي بتدخل فين عارفنا بتنتهي عند الكاردياك اندس يا شباب والايه ونهاية المعدة كده عند الاستومك الاند بتاعت الاستومك مهمة جدا جدا عشان كده القوس وفاجس لها تات اجزاء شورت سيرفيكال بارت ولونج سوراسيك بارت وفيري شورت ابدمينال بارت مش مهم قوي بس عارفو التلات اجزاء دول استومك يا شباب بسرعة دي بتكون اه المستطالية بارتو في الديجستف تراك عندنا يا شباب البوزيشن لايز ابر البارت بتاع الاابدوينالكافتي وهتلاوها خلف الليفت لوب مش مهمة برضو بتاع الليفر يعني انتوا عارفين بس ما كانها فينا هتلاوها موجودة في الجوز العلو من الاوراء اللي ابدو من الكافتي او الوعاء او التجويف بتاع البطن كده هتلاوها ايه في القبر بتاعه وهتلاوها خلف اللوب او الفص بتاع الكابت وهتلاوها في الانتريور قدام مين قدام من وول بتاع البطن شوفت وصفها من ورا فين من قدام فين من اعلى فين كل الحاجات دي هو ده الوصف ما فيش تحديد اكتر من كده تمام اتلاوها خلف الليفت كدني هتلاوها كمان قدام الليفت كدني اليسرى والبين كرياس والاسبلين مهم جدا وصف ايه مكانها يعني عشان لما يجي يغير في حاجة من دول في صحة وغلط تبقى انت عارف وتقدر تقول هي الاجابة صحة ولا غلط تمام نفسي كلك تذكره محدش يعتمد على حد عشان حتى انت لو جيت تاخد اجابة من زميلك انت منتش رامن وهيديها لك صحة ولا غلط ولو ضام نوق ما انتش عارف هو حلها صحة ولا غلط اصوت منكو يا يسا نقولي الشيب ده لو انت عايز تجيب تقدير يعني مش عايز بقى عايز تنجح وعلى الله خلاص بقى انت حر الشيب ده بيكون بالأخوردينج زي او زي شن الفسبباضي اند او كوردينج شكلتا يعني بكون طبعا حسب الكنديشن بتاع المعده حسب الكنديشن بتاعتها لو هي فرغة او الى هي مليه انا ده هتدي لها شكل وده هتدي لها شكل فو بقولك ان هي 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 بنكون شكلها مش عارف ايه الحرف ده او ايه ايه ده مهم هي الشكل اللي محسوم قدامك ده ده ايه لما بيكون فضياء عرفه شكله وهيها امبيتي دي مهم جدا 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 هيكون رسمعلك نفس الرسمها انا والله حتى مش ع سوف أبحث عنها و أقول لكم ان شاء الله الشكل ده ايه بالضبط بس تفكروني عشان انتو يا سنة ولا مش بتفكروني بحاجة مفي شكل نادل بتفكرني لها نهايتين و لها ايه و لها الكورويت شارت زيدي و عندها سيرفيس السطحين و بارتس مهمين جدا اجزاء ده عشان ما يجيش يغير فيها عايز اقول لكم تكرهوا منتو خلاص انا خلصت ولا ايه الدنيا ايوه هم على الفكر سالين يعني يقول لك ده الريد بوردر و ده اليفت بوردر مش عارف ايه عندك التوب عندنا عارفون بس هما مش مهمين لكن انتو خليكوا عارفين ان هي مش هيتعامك فيها الدكتورة مش هتوصل لحد كده عارفين انا جايبا لكم يعني لو هي عايزة تروح المعديخ مش هتوصل لكده هي هتجيب بقى بقى كون بس عارفة و اخداع في احتياطات عشان تسحها و غلط ان لا هي عندها تو اندس بس جات كتابت لك فور اندس يا دكتور لا غلط جات كتابت لك سيريسر فيسس لا والله هي عندها سطحين بس انتيريور وبستيريور هنجيب لها سطحي ثلاث مينين فاهميني بس هو ده اللي انا عايزة اوصل له بعد كده شباب الاسمه الاندستين بسرعة مهمة جدا 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 انا هيجيلكم منها سؤال خاصة الان هي بتتقوم من ثلاث اجزاء دو دنيا مش شون يوم اليوم مهمين جدا 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 اخوط شرحهم والله عفو انه دي دنيا ده بيكون الاقصر واحد فيهم الشرطس فيهم واوسع واحد هو قصير ودخيل فاهمين الحوار كده تمام ده اصر واطول اصر واعرض جزء واطخن جزء في مين في الاسمه الاندستين وده هتلاقوا شكله سي شكله كده شكله كده شكل حرف السي مهم جدا كل واحدة تعرفوا فقه شكلها ايه اللهم بلغت الامتحان اكسم بالله اللي سمع الكلامه وعلم عن حاجات اللي انا عمال اقولها دي ازا انا قوله والله لو ما افل يبقى يعني يجي ي انا ما قفلتش وانا جاء لكم يوم السابت تمام طيب اه اه الخانس وعشرين سنتي طبعا طولها ودي بتكون اه كون كيف بارد ده اركي طوزها ليفت صايت ان ازكا مش المهم الحاجات دي مش عايزها ايش هشان يا مواليل يا مش كايب لي حاجة لهم بس بقول ان كل من اششان يا مواليل يا مدل بيكونوا ستة متر في الطول ده خيليل وبطني شايلة ده كله يعني لكو انت اقولوا ان انتوا تقول الحمد لله اللهم لك الحمد على يعني خلقة ربنا دي يعني فيش حاجة بجد اعظم من كده اه زي ار اتشد هتلاقوا منتحكين يا شباب بالبستيريور وال بتاع الابدومن باي افولد بريتونيام كولد بسميها ايه الفريلي موبايل انت فريلي موبايل اللي هو بسميها مسنتري وبتكون خلية او ما فيهاش موبايل يعني خلية من الحركة مش مهمين بالنسبة لي بس المهم بالنسبة لدوقتي ان انا اقارن بالنشيجين يا ملقليم عشان والله ان شاء الله جايلكم منهم سؤال ده هتلاقواها ابوف وطولفت وده هتلاقواها لايس بيلو يعني واحدة فوق يبقى التاني عكسة على طول دي في الليفت لا دي في اليسار دي في الاشعار في اكيدا فاهمني طبعا دي بتفتح في الكاكيا مش موجودة الفتح بتفتح بتاعتها في مين بس ان اعرف انها بتكون من هو الاتنين على خمسة من التوتا اللينجس يعني دي بتاخد الخمسين اه الطول اما دي بتاخد الثلاثة اخماس فاهمني ثلاثة على خمسة وده هتلاقوا مهم دي بروكسما لا دي ديستال يا رب بتكون الدنيا واضحة دي بتكون ويد وواسعة وهو تخينة شوية لقدها تلاقى سن عكسها وادkk وطشبها كافة مهم لي الى اليال يا رب بتكون الدنيا وضحة عندي لنا لارج نتستنين بتولها واحد ونص متر ماشي وهو تلاقى مهم واسعة ووى عنده 3 من كاركترستي قاط لها لى ثلاث بقطعها عايزن اعرف ان هذا أبي كل LISA كوليب طوحا مجال بيبو ابي بلوكي ماشي و Eco sein elekt Beverرك سوف تكون كراكترستيك يكمن. لن يمكنك الكراكترستيك بكثيرهم شخص a 3 اكثر فاكتراتي تقعاتهم. سوف تكون كراكتراتي المصادرية المثال. جزء الايمن كده. خدنا كمسيتة و تراتين دقيقة تقريبا. الفيديو هيطور. عارفوا تعريفك كم عشان لو جاه لو حبت تتقل عليكم. الفيري اه الفيرمي فورم ابيندكس. عارفوها برضو شمعون ما قوي بس نتكون عارفينها. نكون عارفين احنا عندنا. يعني الحاجات دي لحد رقم عشر. انالك الانال كانال هو القناة دي. اه يعني كلهم حاجات مش محتاجين مني حاجة انتو بمقيلها هتقرؤوهم. الفير بسرعة ده بيكون يا شباب لارج ويد شيبت اورجان. تمام بيكون حاجة كبيرة كده عريضة بكون بكون واحد ونص كيلو جرام وزن الكابت واحد ونص كيلو متخيلين. وده هتلاقوه في الابر راية بارت بتاع الابدويناء اسفل الديافرام همين جدا نعرف الحاجات دي. بيكون من لارج راية لوب وسمول ليفت لوب مهمة جدا جدا. واحد هيكون كبير ده اللي في الايفلي من والتاني الصغير ده اللي في الشمال وبعد كده يا شباب هتلاقو ان هو اللور سرفيس شوز الهيليوم راكزوا عشان هناك اليوم ده بتاع الاسمون انتستين هيليوم بتاع الليفر وده بسميه بورتا هباتيس هباتيس كلمة هباتي يا شباب هقولوك على حي كلمة رينال بتشيل الكيدني كده باتو او هيباتيك دي بتشيل الليفر ايه اللي هو الكابت تمام كده انت بها اه عائد كل واحدة بتكون بعد كده عايز اقول لكم بقى الحاجات برضو بالنسبة لشكوم تكراوها عارفوا بس إنها بتكون ايه اه اي اي اه 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 اخصتها كلها اللورس فيس المكان بتاعها فين اعرف انها بتعمل تخزين و اه 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 و اللي بتحصل اللي هيكريتيد ليها اللي بتفرز من اله اه 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 اصره اللي الكابت بيفرزها البيل دي بتليفز الجول بلدر خلال السيساتيك داكت ويونتس الويتش ايه والزاق كومن هباتيك داكت افزاليفر ايه تو فورم بايل داكت مش مهم اوي الحتة دي خالص ولا حتى مهمة خالص البيلاري سيستم سرعة عايزة خلص حرفين فصلت ايه الليفر سيكريت بيفرز للبيل سروز الرائد عند الليفت ايه هباتيك داكتر سويتش ايه كملوها اعرفوا الحاجات بتاعتها ان البيل داكتر مش مهم اوي رقم اربعة اعرفوا بس ان احنا عنينا القامل هباتيك داكتر ان ليت برضو مش مهم مين انتو كراء الاربعة دون مش مهم مين او بجد البنكرياس يا شباب نعرف انها بيكون صوفت ايه لبيوليت جيلان وده بيكون طوله من 12 ل 15 سنتي مهمة دين الحاجات دين اعرفها بتلاقوه في البستيريوري اه في البستيريوري بتاع الايه الابدومن خلف البطن كده في الجدار بتاعتها خلف وبتلاقوه بتنتد لحد دودينيام بتاعت ايه الرايت صايد بتاع او لحد الاسبيلين اللي هو الطحار اونزة ليفتو صايد اللي هو اللي هو اللي بتداد او الوصف بتاعتها انا عرفوا بتعرفوا ان هي بتتكون من اربع اجزاء اللي هم هيد ونك وبادي وطيل مهمة جدا 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 هتلاقوه رقص ورقبة بعد كيه الجسم بعد كيه زين ده مين ده البنكرياس في غاية الاهمية اعرفوا ان هو الزفتين اندوكراين فانكشن وإكسوكراين فانكشن ان شاء الله يجيلكم في الحتة لي سؤال الاندوكراين دي بتفريز لي هرمونين اللي بيعمل له لرجوليت وينظمه مستوى بلق جلوكوزة عندي مستوى السكر في الدم طمام مين هم الاينسولان ولكجون واحد بيقلب مستوى السكر ده مين ده الانسول انه يمعرف اصلا ولكجون لابده بيرفع وحد بيعمل لور وحد بيعمل في غاية الاهمية الاكسوكراين يفرز انزيمات الانزيمات بتاع البنكرياس في البنكرياتيك جوسلا يساعد في هضم الطعام ويبقى البنكرياتيك جوسلا ويبقى هضم الطعام والله لو فضيه يعني يعتبر انا بدي لكم الامتحان اريد ان تخطر الامتحان فيش بعد كده والله يخطوه اعرف انها بس بتفتح في مين بتعمل داكتور اوبن مع بعض في الدنيا تمام بتاع السمول اندستين بعد كده اسئلة ان شاء الله حلها معكم على الجروب تعالوا بقى الكاردوفيسكرار عرفنا ان الهارت يا شباب بيكون خلف الاسترينا وعرفنا الحاجات دي وقلت انه انا قرأت الحاجات دي كلها وقلت لكم انه عرفوا انه بيكون فيه دم دي اكسيجينيت بلط في غاية الاهمية عشان بعد كده هتعرفوا ان الاتريام هيكون فيه اكسيجينيت بلط دي اكسيجينيت يا شباب انه هو سي اوتو يعني دم مش بيكون نظيف ده بيكون دمه ملوس اما اللواء الاتريام هو اللي فيه اكسيجينيت الدم فيه اوتو دم نظيفه كويس تمام اعرفوا بقى الدم اللي ودي اكسيجينيت ده جاي منين ودايق الراح فين تمام ده بيكون بارتوس افزا بادي بايتو لارش فينز عندنا اكبر اكبر اواردة عندنا سوبريور فينا كافا يا شباب احنا عندنا اواردة وشعرين في جسمنا اكبر وردين في الجسم عندي هما السوبريور فينا كافا والانفريور فينا كافا السوبريور هو علوي فهو وريد علوي بيجب من جسم كله من فوق من الابر لمبس والانفريور بيجب من جسمي من تحت كله عشان هو تحت بيجب من الور لمبس يارب كون الدنيا واضح اطراف العلوي وطراف السوفل تمام طيب عندنا بعد كده اتسيندس اتس بلاطو زي زرايد فينتريكلي بيودى الدم بتاع البطايمين الايمن سيروزا سيروزا قريب ml فينتيجيولار اورفيز التراي كوسبيتفولف التراي هو 3 يصبح ثلاثة وتصمام ثلاثة الشرفات حفظ الرايت فنتريكلا سيأخذ الدم الراية اكسجينيته لان يوضع واخذه من ايضا الراية اتريم يستمع الراية اتريم سيسلم الرايت فنتريكلا الرايت فنتريكلا سيوضع دم الرايت فنتريكلا سيؤدي الموضوع ليس صعب ولكن يحتاج أن تفهم هذه الوضع التي تنصدها فرع هي دم يصبح اعادة أو يصبح ان تصلح ثميثت اضافة الأنخ诊 وهذه قبل الموضوع يحدث حتى الرايت أثريم يوجد اضافة الرايت فنتريم من خلال او عبر او سروح البولموناري فالف عشان يحصل عن طريق البولموناري ارتري ده اللي ليه فراعين في كل لانج في ايتشو لانج يحصل فيها مين عملية الاكسجينيشان متاعة البلاط بعد كده إلا هيحصل الليفت اتريام سوري الليفت اتريام ركز ومحايا قوي قوي الدورة مهمة ده هياخد الدم اللي بيكون اكسجينيت كده الدم تصلح وبقى حل بقى في قطو تمام هياخده بوسل لانج من الرئة ليه ما هو احنا كنا والله بنعمل 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 الدم اكسجينشان فيه في الرئة فهو احنا هناخده من مين هناخده من الرئة ماشي نقوم نعمله كده هو تمام هناخده من الرئة نعمله ايه فروم بوسل لانج سروح خلال اربعة بولموناري فينس اربعة او ردة رئوية قد بامب سقطه زمين ويقوم ندفعه مرة واحدة ونعمله بامب للليفت مين فينتريك للبطين الايصر ايه عن طريق الليفت اتريو فينتريكولار رفيس اللي هو بسميها الميترال فالف اللي هو الصمام الميترالي يارب الدنيا يكون تمام ناجي بقى للليفت فينتريك لاخر حاجة في الدورة هيعمل بامب ويدخل الاكسجينيت البلد اللي فيه الدم الكويس ده لكل اجزاء المفروض بعد ما فينته الدورة دي ما الا انت تدعو لي انتحاني الصبح تمام طيب ايه؟ بعد كده اي المونيا حديدة في الحاجات دي اي المونيا حد عنده المونيا بعد كده يا شباب فصلت فصلت بجد بتاع ساعة الله ربح اقول عليكم بس طيب عندنا السوزة الراية الراية يا شباب هيكون نص نص الهارت كونتينسي دو اكسيشينيتد اللي هو الجنب اليمين هيكون في النص الدم اللي بيكون نص القلب من يمين كده هيحتوي اولي احتوي يعني مش حيل بمعنى صح واللفت التاني هيكون شايل نص الدم اللي بيكون حلو اللي بيكون اتريال لو غلطت بكرة مين اللي شايل الفينس هو اللي شايل ديوكسجينيتد ولا الاتريال اللي شايل هموقكو الفينس شايل ديوكسجينيتد والاتريال شايل اكسجينيتد جاين في الامتحان اللهم بلغت The heart is covered by two types القلب بتاع بيغطى باثنين انواع من البريكارديال تمام واللواء بيكون عندنا فيبروس بريكارديام وسيريوس بريكارديام انا ما اعتقد ان انه كده اصعب حاجة خلصة تعالوا بقى بيقولك السيركوليشة بتاع البلاط نقرأها تاني بسرعة عشان نقفل بقى لكده عندنا الفتفينتريك اللي هو البطيني الايصر يروح يودي الاورتكفال في الواء الصمام بتاع الاورتة والاورتكفال فيودي الاورتكفال فيودي الاورتكفال في شريع الاورتكفال هم أنه ما يريد الكبد والفروع فيه عشان يبدأ يعطي من صبله القبر واللوار مين؟ برطس قناه جسمي يغذي جسمي من فوق و تحت القبر واللوار و بعد كده جسمي يروح يودي الوريد ماشي الالبلاد ريترنس اللي هو الى الدم هيرجع ليه، هو أنا جسمي مش يتغذي و ليس بيودي وعد كده انه فضلات في الدم هو أنا جسمي يخد دم كويس، يرجع الدم بعد واحده والله، هو دم عملية متبدلة، فهمين؟ جسم يخد الدم كويس يوم يرجع لي يوم يعمل ترجيع يوديه للفينوس ويحصل له يعني عن طريق الاس في سي تمام والاي في سي وبعد كده يروح يروح فين في الريت اللي هو الآثريم اللي هو الآزين الايمن وده يروح يوديه لمين للتراي كاسبت فالف اللي هو الصمام سلاش الشرافات لو فهمتوا الضرافة انت هتلاقي الدنيا سهلة هنا والصمام سلاش الشرافات يروح في من في الريت فينتري كله هو لالبطين الايمن راية اتريام ووصل لعن طريق مين الصمام سلاش الشرافات هنفوقوا ما هو؟ هو هو الأزين الايمن الراح للبطين الايمن كده الواحده مش فيه سمومات في اللص يا إخواتي يا سناؤلة اهو هي الدوره هنا هي الدوره هنا عايز افهمها لكم بس لازم ورأة وقلم حلو كده وعد شخبت وقولوكوا هنا اروح فيه وده جميل منين. بس انتوا بودوا لو اركستوا معي هنا تفهموها. طيب عندي عندي تركز وتفالف ده راح مؤدي لرايس فين تريك اللي راح للبلموناري فالف اللي هو السمام الرئوي والبلمناري فالف راح للبلموناري ترونك والبعد كده راحنا للرايت واللفت بتاع بالموناري ارترس اا الشريرين الرئوية دي بعد كده للرايت واللفت بتاع اللونغس الرئة عشان الاكسيجينيشان تحصل و الواقه يفهموا الفهموا يجب ان تقوم بتحديد البلد من فوق. اما هنا احيانا تقوم بصراحة. عندنا ايه? عندنا انا فصلت. المير اكسجينيات في البلد اكويرز. سيجعي اياجي تاني من خلال الاربع اوردة اللي قلنا عليهم. المير افينز. المير اتريم يذهب للميترال فالف. الوصم الميترولي. ماتبعه ايه ؟ ماتبعه للميترال فالف يضخ الدم بكل اجزاء الجسمي. عندنا ابدأ الدم ايه كويس. وامل ما اوديها للميترال لغزه الجسمي. امال للميترال اللي غزه الجسمي. رح يجع الدم ثاني. ماشي. بقى كده وحش. لحد لما يصل الرئة يحدى له عادل تدوير ويبقى حلو. يبقى اكسجيني. ويرجع بعد كده يتضخي تاني للميترال والف الغزه الجسمي. يبدأ من قبل أن أغذي جسمي و الدمي يكون جيدا و بعد ذلك عندما ننهي بنفس الطريقة الدمي أصبح جيدا يعني دوقتي بدأت الدمي تماما و يغذي جسمي بعد ذلك في نص المراحل يجب أن الدمي تكون جيدا سأقوم بإعادة التدوير في اللونج و أرجع و يغذي جسمي و أبدأ من عند النقطة و بنهي نفس النقطة طيب السيركوليشن من البلط لدينا مهمة جدا 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 حرفيا برغم إن أنا تعبت لكن عايزة إكملها حرفهم لن تمامين في غاية الأهمية جدا 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 والبلاث فيزيلس والايرتريز والايه بتخلص شي شباب اكمل لكم البقى الحاجات دي كله صفحة فيهم ان شاء الله في فويس على الجروب لان حقيقة اصلت يا شباب لو في حد بيتابعوا مني من برة انا حطا لكم الرقم هوا دي في الانترو بتاع الفيديو وسايبها لكم كل التفاصيل اللي تقدر توصلكو ليا وسايبها وردو لينكات الجروبات في الديسكريبشن من تاع الفيديو بس مش قادر ان انا هحطهم في كل فيديو كل مرة فانا يا شباب اللي عايز يوصلي سهل الوصول ليا دلوقتي وبس كده هعوف لحد كده لان حقيقة اصلت مش هقدر والفيديو كمان طول قوي 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 اللي هو ساعة فالي هو هياخد تحميل كتير فانا هكمل بقى المحاضرة دي للاهمية بتاعتها على الجروب ان شاء الله في فويس وبالتوفيق يا شباب والسلام عليكم ورحمة الله